السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي أول رحلة طيران ناجحة في العالم؟ بداية كانت أول رحلة طيران في العالم في 17 كانون الأول من عام 1903 وذلك بعدما قام الأخوين أورفيل وويربر المعروفين بالأخويين رايت باختراع طائرات أشبه ما تكون بالطائرة الورقية واستطاعوا بالتحليق بها بنجاح فوق ولاية كارولينا الشمالية حيث طار الأخوين في ذلك اليوم أربع مرات متتالية وقد استمرت الرحلة الأولى 12 ثانية وقد قطعت أكثر من 40 مترا وفي المرة الثالثة الثانية قطعت الرحلة أو كانت الرحلة لمدة 15 ثانية وقطعوا مسافة 60 مترا تقريبا وأيضا وصلوا للتجربة الثالثة والذي استغرقت تقريبا دقيقة كاملة والتي كانت بمسافة تتراوح 300 متر بشكل كامل أتمنى لكم دوام الصحة والعافية